يسأل عن القتل العمد وعن كفارته وهل إذا أخذ القصاص في الدنيا هل يعتبر ذلك كفارة عن العذاب في الآخرة لذلكم الله خيرا القتل العمد محرم وفيه إثم عظيم قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقفل مؤمنا إلا خطأ بلا قوله تعالى ومن يقفل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعانه وعذ له عذابا عظيما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يهنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب القتل العمد العدوان قتل المؤمن عمدا عدوانا لا شك أنه كريمة عظيمة وخطيئة كبيرة وعليه وعيد شديد ولكن إذا اقتصت منه في الدنيا فإنه يسقط عنه حق الأولياء لأن القتل العمد يجب به ثلاثة أشياء حق لله سبحانه وتعالى وحق لأولياء المقتول وحق للقتيل حق الله تعالى يسقط بالتوبة أو يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وحق الأولياء يسقط بالقصاص في استوروه ويبقى حق القتيل ويآخذ به في الآخرة ويحاسب عليه في الآخرة وأول ما يقضى كما في الحديث أول ما يقضى من الناس يوم القيامة الدماء يقتص لبعضهم من بعض ولكن إذا تاب القاتل توبة صحيحة فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويعوض القتيل بما شاء من فضله سبحانه وتعالى فنغفر للقاتل على الصحيح من قوله العلماء بأن التوبة تسقط وثم القتل العمد العدوان التوبة الصادقة لأن التوبة الصادقة تجب ما قبلها من الكفر والشرك قتل النفس غير حق فغير ذلك التوبة الصادقة لا يبقى معها ذنب شكرا